إذن إخواني هناك فرق شاسع ما بين هذه الأمور وعندما نحن ننتقد ننتقد يجب أن ننتقد بناء على واقع وبناء على معطيات وبناء على رؤية عقلانية تهدف مش لتصفية الحسابات يصني فيديو على مكان في مستشفى معين في قرية معينة مباشرة نضرب القطاع الصحي لا أبدا هناك سوء حقيقة سوء تسهير بمعنى الكلمة والدولة إذا كان قطاعها الصحي سيئ رأى أسوأ شيء في البلد أن يكون أجهزتها الأمنية سيئة وقطاعاتها الاجتماعية والصحية سيئة وقضاءها سيئة وأيضا منظوماتها الطربية سيئة إذا فسدت هذه الأمور فسدت الدولة إذن المشكلة الأساسية ليس في توفير الدولة لوضع نظام معين توضعه الدولة فكل دولة تضع وتخصص ميزانيات المشكلة في السياسة المنتهجة لمراقبة التسيير هنا المشكلة النظام الصحي في الجزائر موجود عندها نظام صحي ونظام قوي ويحتل مراتب أولى ولكن جودة الخدمة وجودة هي من الأسوأ هي كارثة بمعنى الكلمة الواقع الصحي الجزائري كارثي بمعنى الكلمة وهذا الذي يجب أن يتكلم عنه رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو ما تنسى رئيس الجمهورية عندما يتكلم يخاطب الداخل ويخاطب الخارج ويخاطب أطراف كثيرة لذلك يجب أن يكون هناك حسابات للكلمات حقيقة أنك تكلم المواطن الجزائري بطريقة شعبوية أو شعبية أو بطريقة العوام ولكن هذا قد يرتد سلبا إذا تم استغلاله خاصة في الملفات الحساسة عندما تقول أنه المنظومة الصحية أو النظام الصحي الجزائري هو الأحسن في العالم ويجي وزير يقول راه الأحسن حتى من الولايات المتحدة الأمريكية ونحن ندرك أبعاد مثل ما جاء قبل العسلال وقال ومع أسكر كل كاليفورنيا تعجزين المواطن يروح لليرجونس يعاني معاناة سيئة أخلاص ما عاد تكون عنده ثقة في رئيس الدولة إذا تكلم في أشياء أخرى ولكن عندما يأتي رئيس الدولة يقول عندنا نظام صحي نعم عندنا نظام صحي قوي وعندنا إمكانيات وفرنا المال للموارد وفرنا فتحنا مجالات التعليم كليات صنعنا مخابر كل هذه الأشياء الدولة تنفق المليارات عليها عملنا منظر جانية للعلاج من أجل الناس محدودية الدخل ومن أجل الفقراء والمساكين وفرنا المستشفيات والعيادات في كل القرى حتى في الأرياف هذا الشيء وفرناه لكن الإشكالية يا جماعة أن هناك سوء تسيير والدولة ستعمل على ضرب يد من حديد على سوء التسيير الذي أضر بالمؤسسات وأضر بالقطاع الصحي الذي يعتبر من أهم القطاعات في أي بلد هذا الكلام الذي يمكن أن يستمع إليه المواطن لذلك رسالتي إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وإلى المكلفين بالإعلام في رئاسة الجمهورية أن يراعوا هذه المسألة أننا نمر بمرحلة حساسة ومرحلة حساسة تقتضي أن رئيس الجمهورية عندما يتكلم يجب أن يدرس كلامه بعناية البعض ينتقد أدو يركزي قلك رئيس الجمهورية كان على باله بالأسئلة يا عزيزي هذا ليس نقل الناس لما محللين سياسيين لما تعرضهم قناة فضائية كبرى ومحترمة ترسله حتى المحاور لتعلم البرنامج كيف ترسله الأسئلة وهذه عشتها مع مؤسسات إعلامية عالمية ترسلك المحاور وترسلك حتى التقرير الذي تعده للحصة مكتوب كاملا تقرأه ولكن أحيان يفاجئك بسؤال ما هذا محلل سياسي عادي لا يمثل دولة كيف رئيس الجمهورية نعم ليست المشكلة أن رئيس الجمهورية أنه يجب أن يطلع على الأسئلة ويحضر إجاباته لأنه رايح يخاطب شعب ويخاطب وسائل إعلام ويخاطب مؤسسات ويخاطب دول ويخاطب العالم لذلك يجب أنه كل كلمة تكون في مكانها أما أنك تريد لرئيس الجمهورية ما يعرف حتى شيء يجي صحافي ويتعارك معاه هذا دليل على الديمقراطية والدليل على حقوق الإنسان عزيزي هذه في دول تكون مستقرة استقرار تام ولكن في دول تعيش تمر بمراحل حساسة يجب أن يحسب بكلام حساب كبير فالنقطة تجعل من ذبابة دبابة نعم النقطة تحول الذبابة دبابة إذا نزعناها من الذات نعم والحرف يحول القنبلة إلى سنبلة نعم لذلك ما يجب الكلمة لديها حساباتها هذا إذا كان الناس ما تعطي قيمة الكلام الناس تتكلم من أجل أن تتكلم